السلام عليكم مختصر أهم الأخبار ليوم الأحد زادت حالات الهجمات بالسكاكين في ألمانيا خاصة في محيط القطارات وزيرة الداخلية الألمانية نانسي فيزا تسعى إلى تشديد قانون الأسلحة لمواجهة هذه الظاهرة من بين التعديلات والمقترحات لوزيرة الداخلية تشديد مراقبة منح حمل الأسلحة مثلا في محطات القطارات ومحيطها وأيضا عقوبات كبيرة لمن يحمل الأسلحة بالمواصلات العامة أيضا من بين التغييرات المقترحة تخفيض طول الشفارات المسموح بحملها في الأماكن العامة من 12 سنتيمتر إلى 6 سنتيمتر مع فرض حضر شامل على السكاكين القابلة للفتح بسرعة من اشترى سكاكين للمطبخ ورغب بأن ينقلهم عبر المواصلات العامة يجب أن تكون السكاكين الخاصة بالمطبخ مغلقة وموضوعة في علبها كما دعت وزيرة الداخلية الألمانية البلديات والولايات الألمانية إلى فرض مزيد من مناطق حضر السكاكين وتشير الإحصائيات إلى ارتفاع ملحوظ في عدد الهجمات بالسكاكين في العام الماضي مما أدى السلطات المطالبة بتشديد الإجراءات سأل حزب اليسار ديل لينكي الحكومة الألمانية حول عدد الاعتداءات التي تعرض لها اللاجئون في ألمانيا حيث سجلت الشرطة الألمانية في النصف الأول من عام 2024 أكثر من 500 هجوم على اللاجئين تشمل هذه الجرائم التحريضة على الكراهية الإكراه والإصابات الجسدية الخطيرة وتم الإبلاغ عن إصابة 46 شخصا بينهم 6 أطفال الغالبية العظمى من هذه الهجمات تنسب إلى جماعات اليمين المتطرف كما تم تسجيل 69 هجوما على مساكن اللاجئين تركزت معظم الهجمات في ولايتين على الخصوص ولاية زاكسن شرق ألمانيا وولاية تيورينغن شرق ألمانيا الولايتين اللتاني سوف تعرفان انتخابات برلمانية محلية ويربط البعض الهجمات ضد اللاجئين ومراكز اللجوء في ألمانيا بالخطاب العنصري الذي يروج له بعض السياسيون وقعت حادثة سير خطيرة في الطريق السريع A5 في ولاية هسن أدى هذا الحادث إلى انقلاب سيارة وإصابة بعض الركاب وأدى هذا الحادث إلى حصول ازدحام مروري شديد بالأوتوبان بالطريق السريع ما جعل أم كانت مسافرة بالسيارة مع أبنائها وبسبب الازدحام سمحت لأبنائها الخروج من السيارة ولعب كرة القدم بالطريق السريع وقامت أيضا بتصويرهم الشرطة عينت الأمر من خلال كاميرات المراقبة هناك بالأوتوبان التريق السريع ووصفت الشرطة سلوك هذه الأمة والأطفال بأنه خطير للغاية وكان يمكن أن يؤدي إلى حصول حادثة خطيرة ومميتة للأطفال لو صدم الأطفال لأنه نعرف بأنه عندما يحصل الازدحام السيارة دائما تعمل ممرا لسيارة الإسعاف وهناك يلعب الأطفال بكرة القدم فلو كانت سيارة إسعاف داهبة مثلا بسرعة أو أحد حاول استغلال أيضا الممر كي يذهب بسرعة دراجة نارية أو سيارة فهذا الأمر خطير على حياة الأطفال لكن من غير المتوقع أن يتم اتخاذ إجراءات قانونية ضد الأم والأطفال حسب الشرطة إلا إذا تسببوا في إعاقة حركة المرور أو تعريض حياة الآخرين للخطر ويطلب دائما في حالة الازدحام الشديد يعني حصول شتاو بالألمانية يطلب دائما من السيارات عمل ممر للإنقاذ انتقد رئيس اتحاد أطباء التأمين الصحي في ألمانيا بشدة الوصمة الذي وصف به الأشخاص الذين رفضوا تلقي لقاح كورونا يعني في إبان أزمة كورونا بأنهم السبب بانتشار الوباء وأنهم تعرضوا إلى انتقادات شديدة وإلى أوصاف غير لائقة لأنهم رفضوا أخذ اللقاح انتقد المعاملة التي تم التعامل بها مع غير الملقحين في فترة كورونا وقال رئيس أطباء التأمين الصحي لقد تم تضخيم أهمية التطعيم واللقاح بشكل مفرط وأكد رئيس الأطباء التأمين الصحي أن التطعيم كان ضروريا لفئات معينة مثل الكبار بالسن ودو الأمراض المزمنة لكنه رأى أنه في فترة كورونا كان غير مبرر تحميل غير الملقحين المسؤولية في انتشار العدوى والوفايات ومعلوم بأن وزير الصحة السابق في فترة كورونا يينس شبان من حزب تسي دي او اتهم آنداك غير الملقحين ووصفهم بأنهم سبب انتشار كورونا لأنهم لم يلقحوا وكان آنداك يطلق على أزمة كورونا بأنها جائحة غير الملقحين يينس شبان سألته الصحافة الألمانية عن موقفه آنداك وكلامه آنداك اتجاه غير الملقحين ودافع عن نفسه وقال أن هدفه كان منع انهيار النظام الصحي كما يطالب يينس شبان من حزب تسي دي او وزير الصحة السابق وأيضا رئيس أطباء التأمين الصحي يطالبان بمراجعة شاملة للجائحة جائحة كورونا عبر لجنة تحقيق برلمانية لكن تنفيذ ذلك يواجه صعوبات بسبب الخلافات السياسية داخل الحكومة لذلك لم يتم لحد الساعة مراجعة أزمة كورونا داخل البرلمان عرضت الحكومة الألمانية خطة لجذب العمال الماهرة لألمانيا لأنه معلوم بأن ألمانيا من هنا تقريبا إلى عشرة سنوات سوف يخرج سبعة مليون ألماني إلى التقاعد يعني ألمانيا سوف تحتاج إلى عدد كبير من الناس كي يعوضوهم فكانت الحكومة الألمانية قد اقترحت أن تكون هناك تخفيضات ضريبية على العملة المهارية الذين يأتون من خارج ألمانيا للعمل في ألمانيا بحيث أنه يحصلون على امتيازات ضريبية بثلاث سنوات أولى يدفعون ضرائب أقل قالت الحكومة الألمانية بأن بهذا الأمر يرغبون بأن عدد كبير من الأطباء المهندسين خصوصا مهندسي التكنولوجيا وبرمجة المعلومات الحرفيين بالرعاية الصحية إلى آخره يعني مجموعة كبيرة من الناس يمكنهم القدوم إلى ألمانيا من أجل العمل بطريقة شرعية عبر التقديم إلى تأشيرة العمل أو تأشيرة البحث عن عمل أو تأشيرة عمل تكوين مهني أو سبيلدون وكي يأتي هؤلاء الناس قالوا سوف نخفض عليكم الضرائب فقط تعالوا إلى ألمانيا وعملوا في ألمانيا هذا الأمر تم انتقاده بشدة من طرف الاقتصاديين ومن طرف السياسيين ورفضوا هذا الأمر وقالوا بأن هذا الأمر هو تمييز بين الناس لماذا من يأتي خارج ألمانيا يحصل على امتيازات ضريبية ويدفع ضرائب أقل وهدايا ضريبية ومن يوجد في ألمانيا من الألمان ومن الأجانب يدفعون ضرائب كبيرة قالوا أنتم الآن تريدون أن تفرقوا بين الناس بين عامل درجة أولى وعامل درجة تانية فتم رفضوا هذا الأمر وقالوا بأن هذا الأمر غير مقبول نهائيا ولا يجب التمييز بين الناس وإذا رغبتم بأن يأتي عدد كبير من الناس للعمل في ألمانيا هناك أمور أخرى أولا الإصراع بتعديل الشهادة الإصراع بإعطاء التأشيرات الإصراع ببناء وحدات سكنية الإصراع بزيادة سياسة الترحيب بالأجانب ومعرفة الألمان دور العمالة الأجنبية في ألمانيا من أجل الرفاهية الاقتصادية الإصراع بعمل الإدارات لأن عدد كبير من الأجانب يأتون إلى ألمانيا ولا يجدون موعدا في أوسلندا بيهورد مكتب الأجانب من أجل تجديد الإقامة كما طالبوا أيضا بالتفكير بالرفع من الحد الأدنى للأجور والقضاء على الغلاء كانت هذه جولة مختصرة وسريعة لأهم الأخبار التي تتكلم عنها الصحافة الألمانية كي تتوصلوا بالجديد اشتركوا في القناة فاعل الجرس وانشروا فيديو ولا تنسونا من كتابة تعليق شكرا لكم السلام عليكم إلى اللقاء